أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن ثروة الكويت الحقيقية تكمن في عقول وسواعد أبنائها الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بناء وطن ينعم فيه الجميع بفرص التعليم والرعاية من قبل الدولة وخلال استقباله عدد من الطلبة والطالبات الكويتين الدارسين في جامعة ولاية كولارادو الأمريكية دعا الشيخ ناصر الطلبة إلى أكمال مسيرة النهضة التي سيكون لشباب فيها النصيب الأكبر في القيادة والإصلاح والتطوير واستثمر كل الإمكانات المتاحة موضحا أن الطلبة سيجنون ثمار فائدة ابتعاثهم للدراسة بالخارج في بناء وطن المستقبل والذي ينطلق من الرؤية التنموية لسموي أمير البلاد حفظه الله ورعا